موسيقى موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة ونبدأ بأبرز العنوين الشاهد نت ميليشيا الحوثي في المخى تلغم القرى التي نزح منها أهلها موسيقى وفي موقع الاشتراك نت هذا الموقع يصف عقود حكم المخلوع صالح بسنوات الدم والقتل والاغتيالات والإخفاء القسري موسيقى ومن صحيفة القدس في أكثر الأخبار قراءة متظاهرون في نيويورك يختارون ترامب ملكا للحمقى بالإجماع موسيقى موسيقى وإلى العنوان البارز في موقع المصدر أولاين حيث علق في صفحة الرئيسية مسلحون حوثيون يقتحمون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعه ويختطفون اثنين من الوكلة يقول الموقع مستندا إلى موظفين داخل الجهاز إن مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق صالح أقدموا على خطف وكيلين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعه وقال مصدر في الجهاز للمصدر أولاين قال إن المسلحين اقتحموا مبنى الجهاز واختطفوا محمد دائل المخلافي وكيل القطاع المالي والفني وأيضا اختطفوا فهم منصور وكيل القطاع الإداري ورجح المصدر بأن يكون اختطاف الوكيلين مقدما لتعيني وكلاء ينتمون لجماعة الحوثيين المسلحة التي تسعى إلى إحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة على حساب القيادات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى موقع الصحوانت قال هذا الموقع في أحد أخبار صفحته الرئيسية تعرض 128 مؤسسة خيرية لانتهاكات متنوعة من قبل الميليشيات ومليون يتيم بلا رعاية وقال تقرير إن مؤسسة اليتيم الخيرية في صنعاء وحدها قدرت خسائرها بمئة مليون دولار فيما لا يمكن تقدير قيمة الأضرار التي تعرض لها المدنيون فالأيتام والأرامل والمعوزون كانوا يستندون إلى جمعيات محلية يستطيعون العيش من خلالها وهذا يفوق المبلغ المقدر لخسائر المنظمات وحالات النهب فيها يضيف أيضا الموقع تسبب إغلاق مؤسسات الأيتام في اليمن لكارثة الفقد والعوز لقرابة مليون يتيم يعتمد أغلبهم على مؤسسات اليتيم في اليمن كما يتابع الموقع وأوقفت الميليشيا الحوثية تمويل المؤسسات الحكومية المعنية بالأيتام ليبقى ما يقارب أربعين ألف يتيم من فئات عمرية مختلفة كانت تراهم الحكومة أو ترعاهم بلا معيل قولوا للعالم الحوثية هي المشكلة الأخطر في اليمن تحت هذا العنوان كتب علي أحمد العمران مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين ويقول الكاتب سألني أحد المهتمين جدا والمتابعين عن كتب لشأن اليمن وهو شخصية دولية كبيرة وقال هل تعتقد أن الحوثيين سوف يسلمون السلاح ويتركون المدن من خلال عملية السلام والمفاوضات ابتداء بالعاصمة صنعاء فقلت يؤسفني أن الإجابة سلبية كنت أتمنى أنهم مستعدون لكن الحقيقة أنهم حريصون على الاستحواذ على مزيد من السلاح والتوسع والسيطرة كلما كان ذلك ممكنا وفي كل الوسائل الممكنة وأولها الحرب ليس من الآن ولكن منذ أكثر من 14 عاما قال للأسف هذه الحقيقة وهناك من لم يكن يدركها كنت أيضا ممن لا يدركها غير كثيرون لا يدركون هذه الحقيقة وأضاف هناك من يضلل العالم بما يجري وفيما يخص الحركة الحوثية فيبدو أن التضليل رافقها وساندها منذ البداية وأضاف أدرك للأسف إن الحوثية ستبقى مشكلة خطيرة بالنسبة لليمن حتى ولو حصل اتفاق أو ما يشبه ستبقى الحوثية مشكلة خطيرة حتى بعد ذلك تذكرت كم هم الذين خدعوا بهذه الحركة منذ نشأت وتسلحت وقاتلت واشتاحت القرى والمدن والعاصمة أو كم هم الذين أسهموا في خداع الناس وهم يعلمون أو يجهلون حقيقة الحركة هي الآن تقاتل منذ حوالي 14 عاما وهي واضحة الخطأ وجلية الخطر منذ أول وهلة ويكفي أنها مسلحة وأصولية ورجعية تستند إلى زيف ووهم الاستفاء ومثل أي حركة متطرفة مؤدلجة يمكن أن تتوقع من أتباعها المؤدلجين متاعب وأخطار كبيرة وكثيرة ذكرت مصادر ميدانية أن جماعة الحوثي قامت بتلغيم كل الطرق في محيط جبل النار شرقي مديرية المخا وكذلك الطرق الفرعية التي تربط قرى الثوباني والغرافي والزقيرية ببعضها وصولا إلى قرى موزع غربي تاعز في ظل حالة من النزوح الجماعي التي تشهدها القرى المحيطة ينقل أيضا موقع الشهد نت أن عددا من القرى الواقعة شرقي المخا شهدت نزوحا جماعيا للسكان جراء القصف المتبادل بين القوات الشرعية والانقلابيين وقال الموقع أن الشبكات المتقطعة دارت بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي وصالح في منطقة المضابي بمديرية مقبنة غربي تاعز قال الموقع بوست الإخباري أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة سيسكو استنكرت قيام منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بتمويل المتمردين بألاف أو بألف طن من الورق لطباعة منهج دراسية جديدة ترأى عليها تعديلات تحمل توجهات الجماعة الطائفية وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن تلك المناهج تخص ثلاثة مستويات دراسية من المرحلة الأساسية وهي الرابع والخامس والسادس وأن المتمردين قاموا بتوزيعها في مختلف المحافظات التي يسيطرون عليها وأضافت أن هذا العمل مخالف لموقف الأمم المتحدة التي تعترف بالحكومة الشرعية ويعترف بها المجتمع الدولي ويعد تشجيعا لميليشيا متمردة لا قانونية لأفعالها بأي شكل من الأشكال وكانت منظمة اليونيسيف كشفت في نوفمبر الماضي أنها قامت بدعم من الحكومة الألمانية بتوفير الأوراق والأحبار والنفقات التشغيلية لاستئناف عمل مطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة صنعاء لطباعة قرابة خمسة ملايين كتاب مدرسي لتسعمائة ألف طالب وطالبة في الصفوف الرابع والخامس والسادس في كل المحافظات اليمنية لا تزال الدولة العربية مكونا عصبويا لم تتجاوزه إلى العقد الاجتماعي هكذا بدأ السياسي سين سعيد نعمان مقاله الذي حذر فيه من المزيد من التفكك والتعصب ويقول نعمان في جزء من المقال في تكوين الدولة تسود عصبية اجتماعية أو سياسية إدلوجية أو طائفية بنفوذها فتفرض سلطتها على بقية العصبيات إما بإخضاعها أو بإقامة تحالفات تتم على توزيع المنافع أو بالاثنين معاً يشكل هذا التكون الهش أساس قيام الدولة في البلاد العربية ومنها اليمن عصبية سائدة وأخر كامنة تتحين الفرصة لتعزيز نفوذها ومكانتها في تراتبية السلطة أو الانقضاض عليها الحركية السياسية في هذا النوع من الدول هي حركية اجتماعية بدرجة أساسية لأنها غالباً ما تكون مغلقة على فئات بعينها بروابط قبلية أو إدلوجية أو ثقافية أو عرقية أو طائفية ولذلك فإنها لا تنتج شروط الفعل السياسي إلا على نحو ضئيل وبالقدر الذي تسمح به هذه العصبيات وتنهار الدولة عندما تبدأ سطوة العصبية الأم تضعف وتستنفذ من تم قدرتها على مواصلة السيطرة فتخرج العصبيات المضغوطة من مخابئها وتعيد الخارطة السياسية للدولة إلى أصلها القديم عصبيات من كل لون وعلى نحو أكثر وضوحاً وتأثيراً مما كان عليه الوضع قبل تكوين الدولة كل العصبيات التي سخرت من الدولة أسهمت في تكوين فكرة التفويض تلك شاءت أم أبت؟ أحبت أم لم تحب؟ وضعت الدولة في فراغ هائل بدت معه وكأنها قيمة مشتثة الجذور مما أغرى العصبية التي هيأت نفسها للثأر من الدولة أن تقدم على خطوتها بإدراك محكم التقدير من أنها لن تواجه في مجرى بسط نفوذها غير عصبيات شتى خرجت من رحم الدولة تعد هذه الظروف مثالية لانتعاش العصبيات وهي مسألة موضوعية في ظل انهيار الدولة غير أن الموقف منها يجب أن يتشكل من خلال قربها أو بعدها من مشروع الدولة أي درجة استعدادها للانخراط في مشروع الدولة أو مقاومته يصف تقرير لموقع الاشتراك نت عقود حكم المخلوع صالح لليمن بأنها سنوات الدم الطريق إلى السلطة وقال التقرير أن اليمنين عالموا أن صالح خطط وحاكى المؤامرات ليصل إلى الحكم وأن طريق الدكتاتور إلى الرئاسة التي استمر فيها لأكثر من 33 عاما عبدت بالدماء وفرشت بالجماجم ويقول التقرير أن فترة حكم المخلوع كان من معالمها الإنفلات الأمني والارتفاع في معدل الجريمة والحروب الصغيرة والفقر والقمع وانتهاك السيادة وبيع الأراضي اليمنية يلخص التقرير إلى أن ذلك أدى إلى اشتعال ثورة سلمية ثورة عظيمة قادها شباب اليمن الذين خرجوا إلى الساحات في 11 من فبراير مطالبين برحيل الدكتاتور أما الرد فقد كان أن أحرقت الساحات وقتل شبابها في أبشع مجازر عرفتها البلاد أمام عدسات الكاميرات وقبل قراءة مشاهدنا أهم ورد في الصحف العربية هذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أكدت مصادر مطالعة لصحيفة الخليج أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تعتزم اتخاذ جملة من الإجراءات القمعية تنفيذا لخطاب زعيمها عبد الملك الحوثي ضد من أسمهم الطابور الخامس في إشارة إلى حلفائه من أعضاء حزب المؤتمر الذي يسيطر عليه صالح شريكه في الانقلام تقول صحيفة الخليج إن زعيم ميليشيا الحوثي في خطابه الأخير وجه أنصاره إلى الجهوزية لما أسمه عملية تنظيف الجبهة الداخلية ضد كل من يوجه النقد لجماعته وتوقعت مصادر على صلة بميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء أن تشمل الإجراءات المقررة اتخاذها حملة اعتقالات واسعة على نشطاء من حزب صالح من من يوجهون انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لميليشيات الحوثي على خلفية ممارساتهم الطائفية والسيطرة على صناعة القرار ونهب الموارد بقوة السلاح ولم تستبعد المصادر أن تنصب ميليشيا الحوثي محاكم تفتيش على غرار تلك التي ظهرت في أوروبا في القرون الوسطى واستخدامها لمعاقبة والتجريم وتنكيل بالناشطين والمواطنين الرافضين لسلطتهم الانقلابية القمعية في محاولة لإخراس الأصوات المناوئة لهم تقول صحيفة البيان أن قوات التمرد الحوثية حاولت تعويض خسائرها المتلاحقة بشن هجوم كبير على جبهة المضارب في لحج وتستدرك الصحيفة إلى أن الجيش اليمني صد الهجوم وتمكن من تحرير مواقع جديدة وهي جبال المقاطف والمناتج والقحيم التي تعد مناطق استراتيجية بالسلسلة الغربية لمديرية المضاربة وفي سياق الانتهاكات المتكررة للحوثيين تقول الصحيفة الإماراتية إن تقليلا نشره برنامج التواصل مع علماء اليمن بالتعاون مع المركز الإعلامي للثورة اليمنية كشف عن تعرض 128 منظمة وجمعية خيرية في اليمن إلى انتهاكات فجأة وكبيرة من قبل الميليشيات بلغت خسائرها أكثر من مليار ونصف المليار دولار أطلفت الجهات الحكومية اليمنية كمية كبيرة من القمحة الفاسد قدمها الصليب الأحمر الدولي كمساعدات إغاثية للبلد الذي يعاني حربا مستمرة منذ عامين بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين وأكد مصدر في هيئة المواصفات لصحيفة العربي الجديد أن فنيين في المواصفات والمقاييس بمكتب الهيئة في ميناء عدن قاموا بفحص عينات من القمح المقدم كمساعدات من الصليب الأحمر ووجدوا أنه منتهي الصلاحية وبحسب المصدر قررت السلطات المختصة إطلاف كامل الكمية المقدر بنحو 117 طن قال يوسف سعيد أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن قال إن الحرب في أي بلد توفر بيئة مثالية لانتشار السلع والمواد الغدائية الفاسدة سواء تلك التي تقدم كمساعدات أو التي تستورد عن طريق التجار وضف سعيد للصحيفة أخشى أن يكون قرار الإطلاف جرى لكون الكميات قدمت كمساعدات بينما تدخل كميات كبيرة فاسدة لتعود لتجار وتدخل إلى الأسواق بدون أي فحص السياسة بين الهوات والحوات تحت هذا العنوان كتب خير منصور مقاله في صحيفة الخليج ويقول الكاتب في جزء من هذا المقال سئل موسيقي بعد الانتهاء من معزوفة شجية عن معناها فلم يجد لديه ما يقوله وكل ما فعله هو أن أعاد عزفها وتكرر الموقف مع فنان تشكيلي سئل عن معنى إحدى لوحاته فأجاب السائل قائلا ألم ترى في حياتك نهر؟ ولم يكن في اللوحة أي ماء غير ألوانها لكن السائل تظاهر بالمعرفة وسكب من عينيه نهرا على اللوحة كي لا يتهم بالجهل فالموسيقى لها لغتها وكذلك الرسم وقد يظن البعض أن للسياسة أيضا لغتها وهي البسيطة المباشرة التي لا تقبل التأويل والحقيقة أنها ليست كذلك فهي منذ الإغريق القدماء كانت تعني علم تطوير المجتمع والعلاقات لكن لغة السياسة تتدنى أحيانا لتصبح مجرد هجاء متبادل أو مديح مقابل أجر أو تصبح دفاعا عن الأخطاء وتبريرا لها وقد لاحظ الكاتب جورج أورويل صاحب رواية 1984 الشهير وكذلك مزرعة الحيوان أن لغة السياسة في أربعينيات القرن الماضي كانت مثيرة للغثيان فلماذا يتدنى نثر السياسة ولغتها إلى الحد الذي يدفع القارئ إلى النفور والعزوف عن القراءة هل هو منسوب الوعي في فترة ما أو ما يكرسه الهوات والحوات معا من فساد للدائقة وهبوط في مستوى التلقي أحيانا يتخالف هذان السببان فتصبح لغة السياسة مباراة بذخيرة الكلام الحية وتتحول الكلمة إلى لكمات ثم يصبح الحوار بمعناه الدقيق خوارا والخوار في لغتنا صوت الثور الهائج إلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة القدس العربي متظاهرون في نيويورك يختارون ترامب ملكا للحمق بالإجماع حيث شارك عشرات الأشخاص في مسيرة احتفالية بكذبة إبريل في نيويورك مرتدين أقنعة تشبه وجه دونالد ترامب وساروا خلف دمية بشكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقالت جودي 55 عاما لوكالة فرانس بريس رفضة كشف اسم عائلتها علينا اغتنام كل فرصة متاحة لنا لإظهار مشاعرنا إزاء الأحمق في البيت الأبيض وتقول الصحيفة ما يميز النسخة الثانية والثلاثين من هذه المسيرة هي أنها حصلت بالفعل في النسخ الواحد والثلاثين السابقة لم تكن سوى كذبة رغم الإعلان عنها وعن مكان تنظيمها وتوقعاتها وقال جوي ساكجر قال منظم المسيرة لوكالة فرانس بريس ترامب انتخب ملكا للحمق هذا العام بالإجماع وحملة المسيرة شعار جعل روسيا عظيمة مجددا إلى الخبر المتصدر لموقع البي بي سي العربي حيث عنوان الهواتف الذكية سبب رئيسي في ارتفاع الوفيات جراء حوادث الطرق وتقدر جمعية سلامة الطرق السريعة في الولايات المتحدة أن هناك ستة ألاف حالة وفاة بين المشافي عام 2016 وهو أعلى الرقم منذ أكثر من عشرين عاما ويضيف الموقع في السنوات الستة الأخيرة زادت حالات الوفيات بين المشات بمعدل أربعة أضعاف معدل الوفيات الإجمالية على الطرق ويقول التقرير أن هناك عددا من العوامل التي يمكن إلقاء اللوم عليها بما في ذلك استخدام الهاتف المحمول وأضاف التقرير قائلا إن عاملا أحدث يعني عاملا أحدث يعني يسهم في زيادة وفيات المشاوة وهو الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية من قبل جميع مستخدمي الطرق والتي يمكن أن تكون مصدرا هاما لإلهاء كل من السائقين والمشات عن السبب الذي أدى إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بمنع مسافري الشرق الأوسط من استحاب الكمبيوترات عند السفر إليها قالت تقارير إخبارية أمريكية إن وكالات الاستخبارات وأجهزة تطبيق القانون الأمريكية تعتقد أن المنظمات الإرهابية طورت طرقا تمكنها من زرع متفجرات في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى قالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن شبكات إعلامية أمريكية أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعت خلال الأشهر القليلة الماضية دفعت إلى اتخاذ القرار ذكرت التقارير أيضا أن المنظمات الإرهابية حصلت على معلومات أمنية خاصة بالمطارات لاختبار طرق إخفاء المتفجرات في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى في The National Interest كتب المغاربي أو المغربي أحمد شاري مقالة تحت عنوان ما نوع العالم العربي الذي يريد ترامب أن يراه وقد عادت صحيفة الغد الأردنية نشر المقالة الذي جاء في بعض من فقراته منذ أحداث الحادي عشر من أيلول خاطبت السياسة الخارجية الأمريكية العالم العربي بثلاث طرق مختلفة الأولى في ظل إدارة جورج دابليو بوش عكفت على تسمية وتشويه سمعة ومواجهة محور الشرل والثانية في عهد الرئيس باراك أوباما حيث تحاشت المواجهة مع القوى الإسلامية لإصالح محاولة إشراكها سياسيا على الرغم من أن مواصفات استراتيجية الرئيس ترامب ربما ما تزال في طور التحول فإن هناك شعورا بأنها تجمع بين درجة من البراجماتية والرغبة في التصدي للأعداء ومحابات الحلفاء وتقوم دوريا بإلقاء جميع الأطراف في استراع معين من أجل التوازن ويعرف الرئيس ترامب بوضوح الإسلام المتطرف بأنه هو العدو الأول ويرى بوضوح أن التهديد الإرهابي الرئيسي الموجه إلى الولايات المتحدة ينبع من الدول العربية الفاشلة التي تعيش في مخاضات الحرب الأهلية وهي مخاوف قائمة ومشروعة لكنها تحتاج إلى تفكيكها وتطويرها للوصول إلى تقييم أكثر تفصيلا لطيف من الحركات والتهديدات الإسلاموية التي يشكل بعضها خطرا أكبر بكثير مما يشكله البعض الآخر ولا يعني القيام بذلك الخضوع للظلامية أو شلال التحليل كما أشار بعض منتقدي بيت أوباما الأبيض للسياسات التي انتهجها بل على العكس من ذلك إنه الوسيلة لشحذ استراتيجية الأمن القومي التي يريد الرئيس انتهاجها جولتنا المصورة من البي بي سي حيث تظهر الفيضانات التي أغرقت مساحات واسعة من أستراليا خلال الفترة الماضية نتابع موسيقى بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نبقى الآن مع مجموعة من الرسوم الكاركاتورية حتى الملتقى أترككم في رعاية الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة